هو مهندس في الإلكترونيك عشقه للطيران وحلمه منذ نعومة أظافره في صناعة الطائرة كابر معه يزيد دغا شاب جسد فكرته في صناعة الطائرة من الوزن الخفيف بعد دراسة وتفكير طويل بولاية لمسيلة بالنسبة للطائرة التي اخترعتها هي طائرة من حيات تقنية مواصفة عالمية من حيات الحجم والطول والعرض لوسائل السلامة من حيات الوزن من حيات كل شيء بالمواصفات العلمية ما ليس العالمية بعد تركيبه لأجزاء الطائرة ومراقبة هيكلها ومحركها عدة مرات أثبتت نجاحها من خلال تجارب سابقة في الإقلاع بها كما قلتكم المشكلة الوحيد في الطائرة هو القيادة القيادة رانا نحو في الهيبة من بواسطها الريضة لكن ليزيد رأيه في القيام بتطبيقات وتمارين يقوم بها رفقة ابنه في التحليق عبر المظلات الهوائية قبل الإقلاع بالطائرة بشكل احترافي ما ننمذ نجرب بعض التمارين وتدريبات على طياران في البارابونت والهدف من هذا التدريبات كل هي قيادة الطائرة الطائرة اللي رح يصنع فيها قبل تجربة هذه المظلة يقوم يزيد رفقة ابنه بتحديد اتجاهات الهواء من خلال تطبيقات وتمارين اخترعت الطائرة منذ حوالي ثم سنوات وكان الإقلاع نوعا ما بطيع وهذه الغياضة تساعدني على تساعدني على اللبه من ناحية الهيبة من ناحية الارتفاعات أو من ناحية النسمات لأنه يكون في علم جميع أنه لما تكون في السماء موش كما في الأرض يستمتع يزيد وابنه بهذه الطريقة ريثما يتم التحضير للإقلاع بالطائرة الخفيفة التي انتهى من صنعها فمتى تلتفت الجهات الوصية لدعم ومرافقة مثل هكذا مواهب ومخترعين